ايه هو الورق المطلوب لحجز تذكرة او التأشيرة بتاع الجنوب افريقيا? اول حاجة انك يكون معاك الوراق تالية. حجز مبدئي تذاكر السفر زهاب وعودة حجز فندق مبدئي مع شركة سياحة من جنوب افريقيا بتوضح فيها الاماكن ويه الموعي كل ايه ده مبدئي مش لازم يكون فعلي. كاشف حساب بنكي اه للشخص او لو للزوج او للزوجة. لو شغالين كمان في الشركة اوجيا حكومية خطاب من الجهة او الشركة. ومن ضمن الامور اللازم كمان تاخذها في الاعتبار بانه حساب البنك جواب حجز طهران زهاب وعودة حجز الفندق اربع صور صورة الجواز الزواج يعني او على فكرة فيزة السياحة جنوب افريقيا بتصدر مجان وبدور رسوم. الفيزة الالكترونية مش شغالة لاسف. فلازم الشخص اللي عاوز انه يروح يروح الصفارة وحتى الفورم الموجودة كمان اولاين قديمة فهيدو لك واحدة جديدة في السفارة وبتاخد اسبوع تقريبا ويه ببلاش. من ضمن الحاجات كمان لازم تاخذوها في الاعتبار بانه السفارة بتشتغل اوقات معينة من تسعة الى اتنين بتطلع بنفسك ما ينفعش حد يقدمها لك. وبيكون من ايام الاتنين للخميس. فنضع ده في الاعتبار السفار جنوب افريقيا في مصر من الاتنين للخميس من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية. وده الورق. روح بنفسك لازم بنفسك فتل حد يقدمها لك. وبالتوفيق باذن الله وربنا معك.